اشتركوا في القناة احنا النهاردة هنقارن بينهم من حيث اسعار المنتجات وكمان هنقارن بين سرعة الشحر وكمان هنقارن بين اسلوب التجارة في كل موقع منهم وهنتكلم كمان عن طرق الدفع الاول بالنسبة لموقع علي اكسبريس فهو موقع تابع لمجموعة علي بابا الشهيرة واللي بتتصدر في مجال التجارة الالكترونية في العالم والتابعة للرجل الاعمال الصيني جاك ما والموقع دوت تم انشاؤه عشان تباع فيه المنتجات بالتجزئة باسعار قليلة جدا وكان بداية اطلاق الموقع في عام 2010 لكن قدر يجذب كتير من المستخدمين والمشترين على الانترنت وحقق شهرة واسعة بجانب امازون واي باي دخل المنافسة موقع علي اكسبريس بقوة بسبب ان الاسعار فيه قليلة جدا والجودة فيها معقولة اما بالنسبة لموقع بان جود فهو نشأ عام 2006 وكان بدايته انه شركة بتوزع المنتجات الالكترونية والموبايلات والحاجات ديت لكن مع مرور الوقت اطور الموضوع واصبحت شركة وعندها مخازن وليهم موقع كبير واخدوا شهرة معقولة جدا في مجال التجارة الالكترونية اول نقطة هنقارن بينهم فيها هي اسلوب او نوع التجارة في الموقعين الموقعين ايم على نوع التجارة اللي هو البزنس تو كاستمر يعني بيبيعوا المنتجات بالتجزئة لكن الفرق بين موقع بان جود وعلي اكسبريس ان موقع بان جود هو اللي بيمتلك السلع وهو اللي بيتولى الشحن وهو اللي بيقوم بالعملية بالكامل اما موقع علي اكسبريس فكل المنتجات اللي عليه لا يمتلكها هي ملك لتجار بيستخدموا المنصة عشان يروجوا لمنتجاتهم وكمان التجارة على موقع علي اكسبريس هم اللي بيتولوا الشحن بالاضافة كمان ان موقع علي اكسبريس بيقدم خدمة شحن للبائعين اللي هم حابين يخزنوا بضائحهم في مخازن علي اكسبريس وبالطريقة دي لات علي اكس بريس هو اللي بيتولى شحن المنتجات لكن يفضل موقع علي اكس بريس هو منصة وسيطة بين المشتري والبائع رغم كده الاسعار في موقع علي اكس بريس هي الاقل وبفرق واضح جدا عن موقع بانجود يبقى ميزة الاسعار هنا بتكون في صالح موقع علي اكس بريس اللي بيتفوق عليها عن موقع بانجود وده هنشوفه لو جينا قررنا بين نفس السلعة في الموقعين النقطة كمان اللي عايز اتكلم عليها هي توفر المنتجات ووفرة المنتجات على علي اكس بريس موجودة بشكل كبير جدا متوفرة عند اكتر من تاجر عكس موقع بانجود اللي مش متوفرة فيه السلعة بنفس الكمية والكيفية وده هنلاحظه من تعداد المنتجات موقع علي اكس بريس عدد المنتجات فيه بيفوق الستة مليون منتج اما على موقع بانجود فعدد المنتجات فيه يزيد عن 500 الف منتج ففيه فرق كبير جدا بين عدد المنتجات على كل من المنصتين لكن بالنسبة للشحن فموقع علي اكس بريس لما تيجي تشتري منه منتج لبلادنا العربية هتلاقي ان تكلفة الشحن فيه عالية جدا مقارنة بسعر المنتجات يعني لما باجي اشتري منتج واشحنه لمصر بلاقي ان سعر المنتج مثلا خمس دولار والشحن ممكن يوصل عشرين تلاتين دولار موقع بانجود يمكن الموضوع فيه ارخص نسبيا في موضوع الشحن لكن وكمان موقع بانجود بيوفر الشحن عن طريق شركة اراميكس بالنسبة لطرق الدفع في الموقعين فموقع علي اكس بريس متوفر فيه الدفع بالبطاقات البنكية والدفع عن طريق بنك زي ويب ماني او ان انت تدفع بالمحفظة الخاصة بموقع علي اكس بريس اما بالنسبة لموقع بانجود فهو بيوفر ميزة الدفع عن طريق باي بال ودود فيه امان اكتر لك كمشتري ان المنتج لو موصلكش تقدر تعمل منازعة او تشتكي الموقع وتقدر تاخد فلوسك مرة تانية في حال ان السلعة موصلتكش او ان المنتج اللي جالك اه كان فيه اي عيوب بالنسبة لوجهات الموقع موقع علي اكس بريس بيتوفر فقط باللغة الانجليزية اما موقع بانجود فهو متوفر باللغة العربية وكمان بيوفر الدفع عند الاستلام في بعض الدول العربية اعتقد في السعودية والامارات ده كان فيديو النهاردة عن مقارنة بين موقع علي اكس بريس وموقع بانجود اتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم ما تنساش تعمل لنا لايك وشير للفيديو واشترك في القناة وفعل زرور الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته